ترجمة نانسي قنقر بالبداية أحب أن نشرح عن مفردات مادة القدرة الكهربائية واشرح الاتناول بالفصل الأول مادة القدرة الكهربائية أربع ساعات أسبوعيا الاتناول بالفصل الأول وهي مصادر الطاقة الكهربائية مصادر الطاقة بكل أنواح مصادر الطاقة متجددة كالرياح والشمس الجزء الثاني من المادة يتمحور حول الإيكوناميكال اسبكتس of power systems اقتصاديات أنظمة القدرة منحنيات الحمل الإيكوناميكس of generation load curves choice of size and number of generator units اختيار ومحطات القدرة حساب الأحمال الأحمال المطلوبة وما إلى ذلك الجزء الثالث وهو mechanical design of transmission lines والتصميم الميكانيكي لخطوط نقل القدرة ويتناول conductor materials مواد الموصلة من الأسلاق line supports دعامات الطاقة النقل أو الأعمدة الساق التدلي والCalculation of SAG وحساباته effect of wind down the eyes كذلك منظم حسابات الساق وتأثير الرياح واللوج على التدليل insulators voltage distribution of or an insulator sitring العوازل وحسابات توزيع الولتيات على سلسلة العوازل وكفاءة سلاسل العوازل ثم ننتقل إلى تغازم line parameters وهي عناصر قطوط النقل عناصر قطوط النقل الرئيسية اللي هي line resistance والline inductance والline capacitors الline resistance وهي عناصر المقامة والinductance المحات ثول متسع وكذلك ستناقض بهذا الفصل single phase والthree phase parameters ثم ننتقي اللي كتلك characteristics of overhead transmission lines واللي تمحمور حول تمثيل خطوط النقل short, medium, long transmission line القصيدة متوسطة والطوية ودراسة أدا وكفاءة خطوط النقل يبقى ظاهرة الكورونا التي تدث بخطوط النقل والdisruptive voltage والطوية القطع و visual critical voltage والطوية الحرجة المرئية اللي تكون مرئية بها الكورونا والكورونا والوسز وخسائره والعوامل المؤثرة على حدود ظاهرة كورونا الجزء الأخير بالفصل الأول رح يكون underground cables واللي نتناول بي conductive materials والإنسولاتيج materials sheathing and armoring materials العزل وطبقات العزل والتسليح وتقوية القابلوات types types of cables واحد قابلوات citrus and capacitance use of intersheath استخدم intersheath و grading of capacitance تدريج حيال متسعات و over factor وكذلك مقارن راح تكون فينا الفصل بين الـ overhead lines and underground cables حتى نعرف الفرق بين الـ overhead and underground cables أعزاء الطلبة أنظمة القدرة الكهربائية بصورة عامة تتكون من ثلاث أجزاء رئيسية الجزء الأول اللي هو generating stations التوليد هو محطات التوليد ويتكون من محطات التوليد اللي قلنا نعروفها اللي هي bulk electric power produced by them مثل محطات الحرارية والغازية اللي راح نتناوله بمحاظرتنا الجزء الثاني اللي هو transmission lines خطوط النقل الجزء المسؤول عن نقل الطاقة المتولد بالجزء الأول generating stations إلى المستهلك المستهلك اللي راح يكون من ضمن الجزء الثالث من منظومة القدرة الكهربية والطاقة الكهربية اللي هو distribution systems التوضيحي يوضح أن منظومة القدرة الكهربائية ومكوناتها من جزء اللي باللون الأحمر اللي هو generating generating stations طبعا هذا الجزء كذلك التوليد وبنفس الوقت مسؤول عن رفع الفولتية وخفض التيار عبر محونات step up transformer للتقليد الخسارة في خطوط النقل من جزء الأزرق اللي هو خطوط النقل واللي احنا بالعراق نتكون عندنا من مستوين من الفولتية 400 كيلو وولت و 132 كيلو وولت نوصل إلى الجزء باللون الأخضر وهو distribution system الجزء الأول generating stations وهو جزء الأول من منظومة الطاقة الكهربائية راح لتناول بمحاضرتنا تعريف generating stations ومنين يتكون بصورة أساسية the generating station essentially employs a prime mover coupled to an alternator إذن بصورة أساسية عندي يتكون من a prime mover prime mover هو جهاز ينطينا حركة تدوير coupled to an معشق مع alternator مولد for the protection of electric power the prime mover prime mover شنو هو متليش prime mover مثل steam turbine torbina بخارية أو water turbine توربين ماي مثل ما وجود بال hydroelectric power station أو gas turbine أو توربين غازي كونفيرت energy from some other form into mechanical energy يعني وظيفة راح يحول الطاقة اللي جاية بأي شكل إلى طاقة ميكانيكية ميكانيكية أي طاقة حركية دورانهم ورانهم والالترنيتر هذه وظيفة وظيفة الالترنيتر معروفة اللي هي مولد الالترنيتر كونبير mechanical energy يحول الطاقة الميكانيكية of the prime mover اللي جايتني أصلاً من the prime mover اللي هو أصلاً والالترنيتر into electrical energy إلى طاقة كهربائية depending upon the form of energy converted into electrical energy اعتماداً على شكل الطابع المحول إلى طاقة كهربائية تم تقسيم أو تصنيف المحطات إلى الأنواع التالية النوع الأول هو steam power stations المحطات البخارية النوع الثاني hydroelectric power stations والثالث diesel power stations الرائع nuclear power stations هم من اسمه steam power station محطة بخارية أيضاً الطاقة المحولة هي طاقة الصلة كانت بخار محطة بخارية Hydro الكترك اللي هي المحطات الكهربائية إذن محطة أساسها أساس الطاقة هي ضغط الماء أو حركة الماء وكالحركة الديزل والنيوكلير النووية steam power stations المحطة الأولى اللي رحل محطة رتست a generating station which converts heat energy of coal combustion into electrical energy is none as steam power stations طبعاً طبعاً أكيد واحدة من الأجزاء الرئيسية اللي هو steam turbine اللي هو المحطة التوربين البخاري من مميزات أو مزايا هذه المحطات the fuel مثل الفحم فرضاً يعني الفحم used is quite cheap الفيول المستخدم الوقود المستخدم بها يكون رخيص جداً ثانياً at any place ممكن تنصبها في أي مكان إنشاءها irrespective of the existence of coal بالقرب من أي مصدر للوقود مثل الفحم مثلاً كذلك الفحم can be transported to the site of the plant by a rail or road كذلك سهولة نقل الفحم باستخدام القطار أو الطرق الخارجية it requires less space as compared to the hydroelectric power stations تطلب مسانحة صغيرة مقارنة بال hydroelectric power stations مقارنة بالمحطات الكهرومائية وطبع ليش هذه النقطة يعني يختار hydroelectric power stations لكون hydroelectric غالبة هي اعتمد على إنشاء سد والسد أكيد راح يكون مكلف وحجم كبير ومساحات كبيرة مقارنة بالديزل power station مقارنة بالديزل power station كلفة إنتاج الطاقة راح تكون جداً قليل المساوء لهذه المحطات من المحطات الفى التكاليف الممل فى التكاليف التكاليف المنطقة التشغيل راح تكون عالية مقارنة بالهايدروليكتريك هناك غارا بالمزايا غارا الهايدروليكتريك من ناحية المساحة لكن من ناحية كله في التشغيل الهايدروليكتريك أفضل Schematic arrangement of steam power stations وهي مكونات ومخطط المحطة البخارية فتكون من أجزاء أساسية جزء العول Cool and Ash Handling Arrangement الأجزاء وهو من المتعلقة بالفحن والآش عن الأرمات steam generating plant محطة توليد البخار steam turbine توربين البخاري alternator مولد feed water مصدر ماء أو تغذية الماء cooling arrangement وجزء التبريد المكون الأول من steam power station والcool and ash handling plant أن الفحم لما ينقل إلى المحطة راح يدخل إلى الcool handling plant حيث بهذه الجزء راح يتعرض إلى عملية polymerizing إلى عملية التنعيم أو الطحن حتى يكون قطعة صغيرة لزيادة المساحة السطحية للإحتراق وتويد أكبر طاقة حرارية ممكن فراح يكون crushed into small pieces يعني يحطم إلى أجزاء صغيرة السبب ليش؟ هذا السبب والله to increase its surface exposure لزيادة مساحة السطحية للتعرض التعرض للحرارة البوليفرized coal يعني الفحم اللي تحرض لعملية الطحن ينقل عبر حزام ناقل إلى البويلر داخل البويلر راح يتعرض الفحم إلى الحرارة وبالتالي يتحول إلى رماد الرماد بعد اكتمال عملية الحرارة ينقل بواسط الash handling الash handling plant المسؤول عن نقل الرماد خارج البويلر بويلر عملية إزالة الرماد ضرورية جدا الاكتمال عملية حرق صحيح للفحم لأن موجود الرماد يقلل من عملية احتراق الفحم لذلك ضروري أنه إزالة الash من البويلر طبعا حتى نتعرف على كمية الاحتراق ملفحة موجودة تولدينها كمثال المحطات الحرارية الحديثة 100 ميجاوات ميجاوات ستيشن خمسين بالمئة لود يعني الحمل المصلط عليها خمسين بالمئة منطقتها لوود فاكتر تحتاج انه تحرق 20 ألف طن من الفحم per month يعني محطة تولد 100 ميجا واط تعمل 50% load factor عامل قدرة أو عامل حمل 50% load factor تحتاج أو تحرق 20 ألف طن من الفحم بالشهر 20 ألف طن من الفحم بالشهر and the ash produced may be to the tune of 10% الأرمان المتكون أو الناتج من عملية الحرب 10 إلى 15% of the coal fired يعني 10 إلى 15% من العشرين ألف طن شهريا راح يكون الناتج يعني من 2000 إلى 3000 طن ash in fact the thermal station about 50 إلى 60% of the total operating cost 50 إلى 60% من هاي المحطات هذا النوع من المحطات أو the total operating cost يتكون من a fuel purchasing and it's handling يعني 50 إلى 60% من التكاليف العمل يتروح إلى شراء الوقود هو نقل وتخزينه وتفريغ الجزء الثاني من المكونات المحطة البخارية اللي هو steam generating plant محطة محطة توليد البخارة هو جزء المسؤول عن توليد البخارة هو جزء الإساسي بالمحطة يتكون هذا الجزء من عدة وحدات أول هو الوحدة أول يونة مهم واللي هو البويلر The heat of combustion of the coal in the boiler is utilized to convert water into steam at high temperature under Russia هو الجزء المسؤول للتحويل الماء إلى بخار اسمه البخار بخار at high temperature and pressure أركز على هذه النقطين بخار بدرجة حرارة عالية وضغط عالي طبعا بفعل حرارة المتولدة من حرق الفحر أو الوقود The flow gases from the boiler from the boiler make their journey through super heater economizer air preheater and are finally exhausted up to atmosphere كل الغازات التجارية أو الناتجة والطالعة من البويلر راح تتجه برحلة معينة رحلة من تبدي خلال السوبر هيتر كلها أجزاء أجزاء تابعة إلى steam generating plant اللي هو أول واحد steam أو super heater بعده من السوبر heater إلى economizer بعده إلى air preheater بعدها finally exhausted two atmosphere through the chimney تروح إلى الهواع العبر التيمني اللي هي البارجات أو المدخنة المداخن الضخمة اللي نشوفها بالمحطات الضخمة إذن بعد البويلر المنتج إلى السوبر heater رحلة الغازات المتولدة بالبويلر النواتج والبويلر إلما تتجه تتجه إلى السوبر heater ورح تمر بالسوبر heater البخار الناتج من البويلر رح يكون يعني رطب and is باست رو السوبر heater رح يمر بالسوبر heater لليش يمر بالسوبر heater where it is dried and super heated بحيث رح يكون جاف هنا الكلمة جاف and super heated أو معناها محمص صراحيا البخار المحمص يعني عمية التحميص للبخار رح تكون بالسوبر heater طبعا رح ترتفع درجة الحرارة للبخار بداخل السوبر heater أكثر مما هي كانت بالنقدة من النقدة من النقدة من النقدة By the flow gases on their way to chimney, superheating provides two principal benefits فأتين أساسية يغفر لها السوبرهيتر شنو هي؟ أول وحدة The overall efficiency increased هذه مهمة طلاب The overall efficiency increased الكفاءة بصورة عامة تزداد يسبب زيادة بكفاءة المحطة بصورة عامة السوبرهيتر الفائدة الثانية Too much condensation in the last stage of turbine is avoided بعدنا ما ماخدين الكوندينسر لكن إنه قلل لعملية الكوندينسيشين بجزء كبير جدا is avoided which would cause blade corrosion يعني إنه لما نتحول البخار من بخار طبعي إلى بخار وحماص وراح يقلل لي من blade كوروجين اللي هي شفرات التوربين كوروجين يعني التآكل من تآكل شفرات التوربين طبعا بعدها بعد ما مرد بخار بالسوبرهيتر وتعرف دعملية السوبرهيتر راح يغذى إلى الستين توربين من خلال المين من خلال الفالف الرئيسي إذا نرجع نشوف المخطط المحطة أنا ما شرحته لأن أخذ الكوندينسر ونفايدة تحت واحد يقدر يفهمه هالي الجزء اللي هنونه هو الكول واند آش هاندلينج منا راح يبدأ يجي الفحم يخزن كول ستورج كول هاندلينج بلات هنا اللي راح يتعوض الكول إلى البوليفرايزنج إلى الطحن والتنعيم ثم يلقى إلى البويلر يلقى إلى البويلر بعد أن تم عملية الحرق راح يخرج للآش الرماد المتكون أثناء عملية الحرق إلى الآش هاندلينج بلانت بعدها إلى مخازن الرماد هو ينقل خارج المحطة عملية الحرق اللي أدت إلى تبخير الماء وتحويله إلى ستيم راح يخرج الستيم من البويلر هذا الاتجاه هنا إلى السوبر هيتر أو غازات الاحتراق إلى السوبر هيتر راح يكون داخل السوبر هيتر عملية تحميص البخار طبعاً راح يخرج البخار بضغط عالي ودرجة حار عالية وبالسوبر هيتر راح ترتفع درجة حار تبعاً أكثر وصل إلى الدرجة الضغط والحار المطلوبة يخرج البخار إلى التورباين عن طريق هذا الفالف الصمام الرئيسي اسمه مين فالف إلى التورباين اللي هو هذا التورباين هذه الدورة دورة المياه إلى السوبر هيتر والتورباين بالتالي يسبب لي البخار بالضغط وحرار عالية راح يضرب على الريش التورباين على شفرات التورباين ورح يسبب تدوير هذه الحركة الدورانية أو الدوران التورباين راح يدور معاه كذلك اللي هو معشق ويها الالترنيتر يعني المولد ويسبب لي توليد الكهرباء الجزء بعد السوبر هيتر هو اللي هو الإيكونومايزر 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 is essentially a feed water heater and derive the heat from the flue gases طبعا الغازات اللي راح تلقى بها حرارة كذلك راح يستخدم الإيكونومايزر حتى استخلص حرارة أكبر من عدية وأضيفها إلى الووتر مالتي إلى الستيم مالتي The feed water is fed to the economizer before supplying to the boiler The economizer extracts a part of heat of the flue gases to increase a feed water temperature يعني بالمخطط يعني بالمخطط إلى الماء الناتج فراحت ترتفع حرارته في الماء لما ترتفع حرارته يرجع المن إلى البويلر البويلر ما يحتاج حرارة عالية حتى يرجع يبخره لأنه ما برد بدرجة منخفضة لأن الإيكونومايزر ضفل حرارة على حرارة الماء الراجع إلى البويلر فالبويلر ما يحتاج حرارة عالية ممكن شي بسيط يقدر يرجع الماء إلى بخار ويرس له مرة ثانية عبر الدورة إلى السوفر هيتر الـ Air Preheater مقالة جزء الـ Air الـ Air Preheater راح أشرح على المخطط أفضل وأرجع أقرب الـ Air Preheater طبعاً أنا إذا أريد أحرق الفحم وأخلي يتحول إلى جمر حتى ينطينا حرارة أحتاج مو بس النار أكيد أحتاج الهواء الهواء هو عامل أساسي للحرق فحتى أحصل على أكبر كفاءة ممكنة راح تضفنا القطعة انضافة القطعة الـ Air Preheater وهي المسؤولة عن استخلاص الحرارة الناتجة من من الغازات اللي أريد ألقيها للخارج عبر المداخن هذا الغاز الناتج بحرارة الحرارة ما أريد أخسرها أنا تعبان عليهم فاش راح أسوي له راح أمرها على الـ Air Preheater هذا راح ياخذ حرارة الغازات الناتجة ويعرضها هذه الحرارة على الهواء اللي راح يدخل إلى البويلر هذا طبعا فان فورست فان هذه فان تسحب هذا خارجي المفوض هذا الهواء يمور مباشرة إلى البويلر حتى نار وفحم وهواء راح تتكون عندي جمر وتم عملية الاحترام لكن هذا الهواء مرح أمرها مباشرة من درجة حرارة الهواء الطبيعي راح أستغل الغازات هذه أمر الهواء عبر القطعة Air Preheater اللي أصلا بنفس الوقت راح يمر من خلال هالفلوغاز الغازات اللي راح ألقيها اللي بيها حرارة حتى يكون الهواء هذا هواء حار مو هواء من درجة حرارة الجوة الطبيعية هنا مكتوب هوات Air راح يجي هواحار راح يزيد من التفاع البويلر مو راح يجي هوا بارد ويبرد ويخفى الحرارة لأ راح يكون هوا حار مثل ما رجعت لها من Economizer ما بدرجة حرارة عالية اديزلي هواب درجة حرارة عالية كذلك وكل من من النواتج الاحتراق كل من الغاز الناتج من الاحتراق استغليتها ورجعت الى البويلر هواء حار أشوف الشرح مالته An air preheater increases the temperature of the air supplied to the cold Burning by driving heat from flue gas هذي يش رح عمل air preheater اختصار هو رح ينطين زيادة بدرجة حرارة الهواء المجهز إلى عملية حرق الفحم باستخلاص الحرارة من نواتج اختراق الهواء طبعا الهواء مسعوب من المحيط الخارجي باي فورس درافت فان وش رحناها بالمخطط الفان مراوح تسحب الهواء الخارجي and is passed through air preheater الهواء ما يفوت مباشرة رح يمر عبر ال air preheater ثم بعدها إلى البويلر هذه وظيفة ال air preheater الجزء الثالث الرئيسي من المحطة اللي هو ال steam turbine ال steam turbine وهو الجزء اللي رح تصطدم بأجزاء البخار البخار رح يطلع من ال preheater عبر ال main valve الصمام الرئيسي رح يصطدم بشفرات التورباين هذه الشفرات مرتبة بحيث انه اي شيء اي بخار او هو قوة بضغط عالي وحرارة عالية رح يسبب تدوير حول محور shift المركزي للتورباين تدوير التورباين المعشق اصلاً مع الجزء الرابع اللي هو الالترنيتر المولد رح يسبب ويا طبعاً تدوير الالترنيتر لانهم على shift واحد قطعة واحدة فدوران الالترنيتر كذلك رح يسبب توليد الكهرباء لان الملفات تبطع قطوة الفيضة المعناطيسي الوهمية وتسبب توليد شحرات الكهرباء وتتولد عند الطاقة الكهربائية feed water الجزء المسؤول عن تجهيز المياه للمحطة بان ما انه محطة بطارية فأكيد تحتاج مصدر ماء جزء feed water فحتاجه لانه بعض من المياه رح اخسرها اخسرها بعملية التدوير الى بخار وبعدين عملية التكثيف ويرجع الى البويلر فرح اخسر كميات من المياه لذلك اذا نزل منسوب المياه داخل المحطة عن مستوى معين ورح يقل ضغط البهار المسؤول عنه احتاج تعويض هذه المياه طبعا تتعويض المياه عبر مصدق خارجي ممكن يكون نهر مثلا او احوات خاصة هذا جزء فيدووتر هيتر يتكون من مضخات فيدووتر بام وخزان معين يحتوي على هيترات خاصة لتعرفع درجة حارة الماء الواصل ما يوصل بدرجة حارة منخفض احنا كذلك ووتر تريتمينت جامبر غرفة معالجة المياه طبعا اذا كانت مصدر خارجي اكيد يحتوي على كثير من الرواسط يحتاج الى فلتر فأفتر المياه ما التي ارشح حتى ما تأثر على الانابيب لانه الى ما ترشحت بصورة صحيحة راح اصير عندي عميات كوروجن بالانابيب تآكل الجزء الاخير والاساسي واللي موجود بكل المحطات والمتشابه بين كل المحطات طبعا انا ما اكررت باقي الستيشنز لانه هو نفسه ما يفرق الكترقال اكومنت أوفستيم باورستيشنز كل عمليات التحويل بالتالي يدخلنا الى جزء الكهربائي والجزء المهين مليان عريدة ومن اجلان اسست المحطة يتكون من الالترنيتر واللي هي المولد الجزء الثاني ترانسفورمر جريتينج ستيشن هاز مجموعة متنوعة من المحولات محولات الاساساسية المين ستيب أو ترانسفورمر أو ال باور ترانسفورمر المين ستيب ترانسفورمر ستيب أب ترانسفورمر جريتينج أو جيناريشن والتج فور ترانسفورمر اللي هي ترفع لي الوالتية من أجل نقلها إلى خطوط النقل عبر خطوط النقل النوع الثاني من المحولات ستيشن ترانسفورمر المحولات الخاصة بالمحطات بالمحطة هي نفس مثلا المحطة تحتاج لايتينج عديها مضخات معينة تشتغل النوع الثانية الأوكزير ترانسفورمر ستيشن ترانسفورمر شنو اليوني ترانسفورمر مثلا مواطير التزييد الابريكيشن موتور إذا بعض المحطات بها كومبريسر بعض المحطات بها مواطير لضخ الماء حسنا مثلا بالستيم توربين ندي فان يعني فان يعني أكيد موتور رح يفر الفان هذه كلها رح تأخذ الكهرباء أو الطاقة من الأوكزير ترانسفورمر ستيشن إذن ثلاث أنواع من المحوولات المين ستيب ترانسفورمر ترفع الجهد من أجل النقل عبر خطوط النقل للطاقة لتقليل الخسائر وستيشن ترانسفورمر اللي هي الخدمية اللي نحتاجها لللايتينج واللي باقي يعني للبنائة مع المحطة اللايتينج التبريد مع الغرف الموظفين الأوكزير ترانسفورمر اللي هي نحتاجها للمحطة نفسها للمطورات والمهركات المساعدة لعمل المحطة الجزء الثالث من الكتريك اللي هو اللي هو اللي هو بصورة صحيحة طبعاً مين تتكون تتكون من سيركت بريكرز ريليز مرحلات سوكيش مفاتيح موسيقى موسيقى